إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية السابق برهم صالح على الدور المحوري للعراق في تحقيق التكامل الأقليمي بين دول المنطقة ودح صالح أن يكون العراق جسرا في التكامل الأقليمي والتوافق بين دول المنطقة لأن فوضى العراق وعدم استقراره مشكلة موضحا أن التحكم بالعراق وتجاوز إرادة أهله تصور خاطئ فالعراق بلد غير مطوعة وعلى فتايل أن العراق هو المحدد للتوازنات الأقليمية لموقعه الجغرافي والتاريخي المهم وهو يمثل تنوعا مهما في الشرق الأوسط